من بيروت ينضم إلينا طوني أبي نجم الكاتب والمحلل السياسي سيد طوني هذه الخطوات سواء المتعلقة بتهم الفساد أو حتى ملف قتل أول متظاهر في احتجاجات لبنان إلى أي درجة من شأنها هذه الخطوات أن تهدئ من الشارع اللبناني؟ أولاً لا شيء يمكن أن يهدئ من الشارع اللبناني لأن هذه الخطوات سنتحدث عنها أن هذه الخطوات منفصلة عن مطالب الشارع الحقيقية التي تبدأ بتشكيل حكومة من التكنقراط المتخصصين مصغرة حتى اليوم لم تتم الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة وبالتالي الموضوعان منفصلان بالكامل موضوع التحقيق في جريمة قتل علاء أبو فخر هو موضوع متعلق بالمحكمة العسكرية وكان يجب أن يتم بهذه السرعة كي نتجنب فتنة أكبر ليس طبيعياً أن يتم قتل مواطن على يد عسكري أمام زوجته وأبنه وبالتالي هذا موضوع منفصل أما موضوع الإدعاء في مواضيع الفساد فهي ليست أكثر من قنابل دخانية لأن المدع العام المالي لا صلاحية له بموجب القوانين لا أن يدعي على الوزراء وأيضاً هو قال أنه أحالهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو أيضاً مدع العام المالي لا صلاحية له في هذا الموضوع الإحالة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يتطلب تصويتاً في مجلس النواب وأن تنال كل إحالة سلسي أعضاء مجلس النواب وبالتالي ما قام به المدعي العام المالي ليس أكثر من قنبلة دخانية لا قيمة قانونية لها ولا معنى لها وبالتالي كل هذه المواضيع يتهدف في الشكل إلى امتصاص نخمة في الشارع لكنها تبقى من دون نتيجة نهائية كما ذكرت يا قنبل دخان طيب على ذكر البرلمان نبيه بيري يدعو إلى جلسة لدراسة القوانين المتعلقة أساة توني بسرية المصارف ومسألة استرداد الأموال المنهوبة أولا هل تنعقد هذه الجلسة؟ ثانيا الهدف من ورائها هل هو سهل المنال؟ يعني تنعقد الجلسة نحن نتحدث هنا ليس عن جلسة تشريعية عامة بل عن جلسة للجان نيابية لمناقشة وهي مستمرة لا غبار على مسألة منع المتظاهرين للعقادية هنا ليس كذلك؟ لا لا نتحدث هنا عن جلسات للجان لمناقشة قوانين ليس جلسة تشريعية ليس جلسة عامة لمجلس النواب وبالتالي لا مشكلة في ذلك أما مضمون هذه القوانين فهي أيضا تشكل قنابل دخانية جديدة لأنه حين يتحدث السياسيون المتهمون بالفساد والمتهمون بأنهم وراء نهب الأموال المنهوبة حين يتحدثون بأنهم سيقررون قوانين لاستعادة هذه الأموال المنهوبة كان الأجدى بهم أن يجتمعوا فيما بينهم ويقرروا إعارة الأموال لا أن يأخذون إلى سيناريوات قانونية ومسارات طويلة وهم بطبيعة الحال لا يريدون أن يحاسبوا أنفسهم يعني عندما نريد أن نبدأ بالمحاسبة نحتاج إلى أمرين إثنين الأمر الأول قضاء مستقل بعيدا عن التدخلات السياسية أي ليس قضاء تعيينه السلطة السياسية وتعيينها الحكومة والأمر الثاني والأمر الثاني هو أن تتم تغيير الطبقة السياسية يعني بدءا من حكومة إلى انتخابات نيابية مبكرة وتغيير رئاسي أيضا كيف تتوقع كلمة عوض المرتقبة اليوم يا سيد توني في عيد الاستقلال ما هو المرتقب فيها وما هو المأمول من ورائها سيد الكريم لا شيء مرتقبا منها لأن رئيس الجمهورية لن يدعو إلى استشارات نيابية ملزمة وبالتالي كل إنها كلمة يعني كلمة تقليدية على اعتبار أنه كل عام عشيرة عيد الاستقلال رئيس الجمهورية وجه كلمة إنما ربما كان احتراما للشعب اللبناني بعد سلاس اطلالات كانت تكبد من بعدها الشارع تحركات كبيرة لأن الرئيس الجمهورية لا يقوم بالمطلوب منه دستوريا ربما كان الأجدى إعفاء الناس من هذه الكلمة كما تم إلغاء حفل الاستقبال الرسمي في القصر الجمهوري وكما تم إلغاء الاستعراض العسكري الكبير في بيروت وبالتالي كان الأجدى ربما طالما أنه لا دعوة لاستشارات نيابية ملزمة أن نعفل اللبنانيين من هذه الكلمة التقليدية التي لن تقدم ولن تؤخر وخصوصا أنه في حال تضمنت أي استفزاز سينزل اللبنانيون مجددا إلى الشوارع اعتراضا شكرا جزيلا طني أبي نجم الكاتب والمحلل والسياسي أشكرك جزيلا على كل ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر